السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله شباب اليوم رح نشرح كيفية أرشفة المحارثات في التليجرام وأيضا رح نشرح كيفية إلغاء أرشفة المحارثات فلا تنسون دائما باللاقي الاشتراك ويلا نبدأ الشرح الطريقة يا شباب جدا بسيطة عشان تسوين أرشفة لأي محارثة عندكم نفترض مثلا هذه المحارثة الآن نبينسويلها أرشفة فعشان تسويلها أرشفة في طريقتين الطريقة الأولى عندكم تسحبون بهذه الطريقة الجهة اليسار ورح يتم أرشفة المحارثة بكل سهولة أما الطريقة الثانية نفترض هذه المحارثة الثانية اللي بنسويلها أرشفة كمان نضغط عليها ضغطة مطولة بهذه الطريقة بعدين تروحون على الثلاثة النقاط اللي يفوق على يمين وهنا تضغطون على خيار أرشفة فكذا اختفت من عندنا من هذه القائمة فعشان تقدرون تشوفوا المحارثات المؤرشفة كل عليكم تسوينها تضغطون في أي مكان ضغطة مطولة وتسحبون الشاشة على تحت بهذه الطريقة فلو تلاحظون رح يظهر معانا خيار المحارثات المؤرشفة بشكل مباشر فالآن عشان تشوفوا المحارثات تضغطون على هذه الأيقونة وكذا لو تلاحظون ظهرت معانا المحارثات المؤرشفة بشكل مباشر فعشان تسوين إلغاء المحارثات المؤرشفة في طريقتين برضو الطريقة الأولى نسحب المحارثة بجهة اليسار بهذه الطريقة وكذا ألغينا الأرشفة ورجعت للمحارثات العادية أما الطريقة الثانية نضغط ضغطها مطولة على المحادثة وهنا تضغطون الثلاث نقاط وتضغطون إلغاء الأرشفة وكذا بكل سهولة ألغينا أرشفة المحادثات فهذه كانت طريقة أرشفة وإلغاء أرشفة المحادثات في التليقرام لا تنسوا ندعمنا باللاك والاستراك نشوفكم على خير مع السلام